بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام عليكم سيدنا محمد وعلى الله وصعب اجمعين. اه معكم مهندس محمد عبد الماضح سنين اي ار بي اكس برتيج بتندي بينا. اه انا رجعت لكم مرة تانية يا شباب علشان اتكلم معاكم على اه الروتز ومسارات المنتجات. واتكلم معاكم على الجزء التاني في تمام? وعلاقته بالروتز. وهربط لكم الدنيا بعضها زي ما انا كنت واعتقوا في الجزء الاولان من تمام كده? طيب. خلينا نقول احنا في لما نحب بس نفتكر مع بعض كده تمام? فاحنا كنا هنا في تمام كده? وعملنا بتاعنا اللي هو الاسوس اللابتوب ده. وقلنا ان احنا في هنا احنا عايزين نو يعني يعني انا لما اروح ابيع ده انت اعمل لي على طول مباشرة امر شراء علشان اروح تطلب لي البضاعة دي لان انا البضاعة دي مش موجودة عندي في المغزن بتاعي. تمام كده? ويعرفنا ان احنا لازم نربط على والكمية وتقدروا ترجعوا لي الجزء الاولان في اللي انا شرحت فيه هتفهموا كل الكلام ده بالتفصيل. طيب خلينا نتكلم على ايه بقى? خلينا نتكلم على لو انا دلوقتي اه حاليا دلوقتي عايز اعمل عمل شراء للمنتج بتاعي دوت. سريق عمل اردر بيع للبرودكت بتاعي ده. فخلينا نروح الاول ليه اه تمام كده? واحنا كنا اتكلمنا عليها تمام? واحنا عندنا هنا اه بتاع تمام كده? وهنتكلم على اه هنتكلم على مغزن اه خلينا نتكلم على مغزن المعادي نزبطها بس في مغزن المعادي الشباب خليكم فاكرين عشان ما ننساش. وبنلاقي حاجة هنا اسمها تمام? اللي هو انا بجمع يعني ايه? يعني الجزء ده الجزء ده انا كنت قلتلك عليه في الروتس وهنشرحه فانا بشرحه لكم هنا من خلال عشان يبقى اتنين مع بعض. ان انا بجمع اه اوامر الشراء او طلبات الشراء او بجمع المشتريات مع بعض. بعملها يعني بعملها زي تجميع او زي ان انا بربطها ببعضها. يعني خلينا كده ان احنا نقول احنا بنربط الدنيا بعضها. فانا بربط هنا اوامر اوامر الطلبات الشراء بربط طلبات الشراء او تمام كده? اه بربطهم مع بعض في جروب واحدة علشان اقدر اتابع بتاعه. يعني ايه هندس للكلام ده? احنا هنيجي هنا في دي. هو هتلاقي فيها اوبشن انا ممكن اليف ام بتي اسيبها فاضية. ممكن يعني انا اختار اه رقم معين اقدر اشتغل عليه اختار 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 جروب معينة واشتغل عليها احط الرقم بتاعها او ممكن اسيبها ان هي ام بتي او ان احنا عملها اقول له لا اعمل لي تمام كده? فانت اعمل لي رابط وعمل لي تتبع لي كل اوامر الشراء وربط الاوامر الشراء ببعضها علشان ابقى انا فاهم الدنيا ماشي ازاي. تمام? الكلام ده هيوضح ان شاء الله تعالى من الفيديو يا جماعة مع بعض بس خلينا كده ايه ماشيين واحدة واحدة وانت هتلاقي الدنيا بسيطة زي ما انتم متعودين معي. فاحنا هنيجي هنا في وهقول له هنا انا في في تمام كده خليها لي ايه? خليها لي يعني اجب ما جمع لي. تمام اوكي. وهعمل له وهقول له وخليكم فاكرين احنا اشتغلنا على المعادي. طيب. هاجي لي حاجة تانية هاجي لي روت بتاعة البادي. روت بتاعة البادي. وهاجي برضو على مغزن المعادي. في مغزن المعادي هنا برضو هلاقي نفس الحكاية فيه في الرول اللي مربوطة بالرول دي. فيه برضو اه اه تمام? وفيها نفس الحكاية ونفس اللي احنا شرحناها واشنا هنيجي نقول له هنا احنا عايزين يعني معناها ايه? يعني معناها وانا بعمل وانا بعمل اه عمليات الشراء انا عايز كل عملية شراء تبقى قايمة بذاتها. منفصلة بذاتها. يعني انا انا عملت دلوقتي بعت فالباع فلما هبيع. تمام كده? فانا بقول لك اعمل لي ميكتو اردر. سامحنا شرحنا في الجزء الاول. انا عايز بقى كل سيلز اردر يبقى لي البرشيز اردر بتاعه. تمام كده? فخلينا نعمل سيف هنا. وخلينا نمشي مع بعض واحدة واحدة. يعني ايه هندسة الكلام ده? هقول لك يعني ايه الكلام ده? امشوا معي كده وانت هتفهم اللي انا عايز اقوله. انا هاجي هنا. وهقول مسلا على سبيل المثال انا هختار في السعودية. انا هبيع لشركة وهطلع البضاعة بتاعت منين? احنا قلنا احنا زبطنا على ايه يا شباب? قلنا زبطناها على مخزن المعين. ما تنسوش كده علشان بتتطبق لو انت اخترت مخزن خلق. وهنيجي نقول له هنا احنا هنبيع مين? هنبيع اللابتوب بتاعنا اللي هو الاسوس اي توينتي. لان برضو خليكم فاكرين احنا زبطنا على الاسوس اي توينتي. وهنبيع كمية واحدة. مش هنقتر اكتر من كده. يعني انا اه تمام كده في السعودية هبيع لها اه لابتوب بواحد بس من الاسوس ده. تمام كده? والبضاعة هتخرج من عندي من مخزن المعادل. طب انا ما عنديش رصيد اصلا في مخزن المعادل. واحنا متفقين ان احنا ما عندناش رصيد. تمام كده? فبالتالي اه هو المفروض ان انا بناء على سيتنج اللي احنا خدناها في الجزء الاولاني ان السيستم بناء على ده هيعمل لي برشيزنج اوردر. يعمل لي امر شرة عشان روح اوفر البضاء عاجل. تعالوا نشوف الكلام ده. هقول له اول ما هقول له هلاقي مباشرة الاتنين اضافه. برشيز وديليفر. فبيقول لي هنا في اه اضاف على ده رقم مية وتلاتين. خليكوا فاكرين. اضاف اهو. تمام كده? لو احنا هنا رحنا للريكوست وعملنا هنا جبنا كده البرشيزنج. هلاقي هنا عندنا ادي هنا رقم مية تلاتة واربعين اهو موجودة هتقول لي عرفت من هنا هندسة? هقول لك تعال هنا اضغط على برشيز هنا تمام? هتلاقي هو ادي مية تلاتة واربعين فتحه لك اهو. وجاهز على انك انت تعمل لالوردر. تمام? وده اساسا اصلا اصلا مربوط بايه? مربوط بسيلز اوردر رقم مية وتلاتين. احنا هنا كده لو جينا هنا. جبنا انت لو روحت هنا اهو للمشترية. هتلاقي ان ادي هنا كده السورس ديكم انت عندك سيلز اوردر رقم مية وتلاتين مربوط على البرشيزنج اوردر رقم مية تاتة واربعين. بمية تاتة واربعين مربوط بمية وتلاتين. حلوة قوي ورائع. طيب جميل جدا. احنا هنا هنعمل ايه? احنا مش هنيجي هنا هنيجي للبرشيزنج اوردر دوت. اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو رقم مية تاتة واربعين. احنا مش هنعمل كنفيرم ولا حاجة. خلي زي ما هو. جالي عامل تاني. تمام كده? طلب نفس اللابتوب. فاروحت عامل كده. واروحت اقايل العميل التاني مسلا اللي يكن بنك الراكحي. وطالب برضو الكمية لابتوب واحد. تمام كده? وتعالوا نتأكد ان المغزن عندنا مظبوط عشان الدنيا ما تبصنا. شايفي المغزن قلب ليه مغزن اسكندرية? هنختار هنا مغزن المعادي. تمام كده? لان هو قلب لوحده كده على السيستم الى مغزن اسكندرية. فاحنا هنختار مغزن المعادي. وده كمية واحد من نفس اللابتوب. وعمل تاني اللي هو آآ بنك الراكحي. وده كده هيبقى رقم سلز اردر رقم مية واحد وتلاتين وهقول له كونفير. تمام? لما قملت له كونفيرم قال لي فيه وفيه هتقول لي طبعا ده سمحنا كان فيه من شوية اللي هو رقم مية تلاتة واربعين. ده اللي هو ايه? وهنتحول بعد كده وده رقم ميتة واربعين. ما كده هل هيعمل واحد جديد? تعالوا كده نشوف. ده كده آآ ده كده رقم رقم مية واحد وتلاتين. تعال دوس كده على على البطن هنا ونشوف رقم كده. رقم مية اربعة واربعين. معناها ايه يا شباب? تعالوا نرجح هنا كده. نرجح هنا. خلينا هنا كده. ده كده. وتعالوا هنا ده. احنا فتحين صفحة او تمام كده? اللي احنا لسه ما حاول نهمش ليه. بص هنا اترملك هنا ايه? اترملك هنا مية تلاتة واربعين ده تمام ومية اربعة واربعين واحد منهم مربوط بسيلز اوردر رقم مية وتلاتين واحد مربوط بسيلز اوردر رقم مية واحد وتلاتين معناها ايه الكلام ده انا عملت اتنين سيلز اوردر هنا انا عملت هنا اتنين سيلز اوردر يعني نرجح هنا برة كده انا عملت اتنين سيلز اوردر سيلز اوردر رقم مية وتلاتين وسيلز اوردر رقم مية واحد وتلاتين سيلز اوردر رقم مية وتلاتين انا لي مية واحدة تلاتين انا بايع لبنك الراجحي. تمام كده? فوانا عشان مفعل خاصية فاوتوماتيك السيستم عمل ايه? راح مباشرة انشأ لي كاريت لي اتنين واحد رقمه مية تلاتة واربعين واحد رقمه مية اربعة واربعين. وعمل ايه? ربط ربط السيلز اوردر بالبرشيزنج اوردر. ربط كل واحد بالتاني بتاعه. فتعالوا كده نشيل لتشيك بوكس. وتعالوا كده ايه? نمشي مع بعض واحدة واحدة. تعالوا نروح لمية وتلاتين. تمام? طيب. ده هيفيدك في ايه? هقول لك هيفيدك في ايه الكلام ده? هيفيدك ان انت مثلا فرضا انت كنت عامل برشيزنج اوردر مثلا عامل سيلز اوردر رقم مية وتلاتين لستي سي. وآآ راح جاه اللاب توب بتاع شركة الراجح جاه الاول. تمام? العامل ده كان مستعجل وانت عايز تسلمه الاول. فجاه بتاع شركة الراجح الاول. فانت عايز تسلم الراجح الاول وستي سي ممكن تزبر معك شوية. فانت في الحلقة دي ايه? انت دخلت على اللي هو رقم مية واحدة وتلاتين. ودخلت على بتاعه لانه هو اصبح كل منفصل. تمام? وروحت عملت تمام? فراحت خلاص اتحول رقم مية اربعة واربعين زي ما احنا متفقين. اوتوماتيك قال لك ايه? ودي هنا مربوط بواحد سيل. هتروح هتعمل ايه? هتعمل استلم للبضاعة. هتدخل كده عشان تستلم. البضاعة وصلت عندي المغزن. هتقول له. كده البضاعة عندي وصلت المغزن بتاعي. صح كده? انا هعملي بقى. المفروض انا هبقى هسلم البضاعة بتاعتي للعميل بتاعي. مين العميل بتاعي? العميل بتاعي يا جماعة اللي هو بنك الراكح. بنك الراكح كده. تمام? هو بالنسبة لي كده العميل بتاعي اللي انا ممكن اسلمه البضاعة بتاعتي لان هو يعتبر البضاعة بتاعته وصلت. فانت لو دخلت هنا على تمام كده? هتلاقي هنا ان هو ايه? جاهز ان هو يستلم. اهو. ادي بنك الراكح اهو. ادي جاهز اهو. انت لو كنت ضغطت على نيجز الترانزاكشن كان هيجبها ومن هنا برضو هتيجي فهو كده خلاص انا جاهز ان انا اصرف البضاعة ليه فانا روح تعمل انا كده سلمت البضاعة انا سلمت العميل بتاعي البضاعة بتاعت ارجع كده مرة تانية ليه السيلزوردر رقم 131 هيقول لك ايه بقى قالك ان السيلزوردر ده مربوط عليه ومربوط عليه اتنين ديليفر ليه مربوط عليه لاحز هنا ان احنا نتيجة السيتنج اللي فحناها احنا ربطنا ازنات المخازن ربطناها بالمشتريات ربطناها بالسيلزوردر احنا ربطنا السيستن كله ببعض لو انت دخلت هنا على هتقول لي بالهندسة ده هو واحد بس انت احنا السيلزوردر المفروض انا صرفت للعميل بازن صرف واحد انت ليه بتقول لي اذنين لأ اما هم مش اذنين صرف للعميل هو عايز يقول لك السيستن ايه خد بالك انت الترانزاكشن دي بتاعت السيلزوردر ديت اللي هي رقمها 131 عشان تتنفذ فالسيستن اودو اضطر ان هو يعمل لك اذن اضافة ناتج عن البرشيزينج اوردر اترامى في المخازن عندك وبناء على اذن الاضافة انت عملت اذن صرف فانت المخازن عندك في حرقتين يعتبر اطرابطه بالسيلزوردر رقمها 131 فلذلك هو بيقول لك فيه اتنين ديليفر الاتنين ديليفر دولا اللي هم ايه ادي هم ادي ايه الديليفر الديليفر واحد السورسي بتاعه امر الشراء واحد السيلزوردر اللي هو السيلزوردر بتاعك تم واحد جاي من اللي انت جبت من المصنع نفسه البضاعة بتاعتك ودخلت على السوق واحد طلعت من السوق راحت لي العميل بتاعك هنا منتهى الجمال منتهى الروعة فانت هنا لاحظ هنا اللي بيحصل ايه نتيجة الكونفجريشن اللي احنا عملناها دي احنا قدرنا نفصل نفصل السيلزوردر بتاعنا السيلزوردر نلجح هنا اهو قد مية وتلاتين مية وتلاتين السيلزوردر بتاعنا مية واحد تلاتين اللي هو بتاع الرقحي فاحنا بالرغم ان احنا الرقحي هو اخر واحد احنا عملناه تمام كانت قبلها فانا رجعت بعد كده لقيت ان هو بيقول لي ايه ده فيه وهو ولسه ما سلمتش لسه عملت حاجة فلح دخلت هنا على دخلت على ومشيت بنفس الطريقة عملت تمام وبعد كده عملت والسلامت البضاعة بتاعتي وعملت دخلت عند المخازن خلاص لزلك بعد كده بيقول لك انت الخطوة اللي بعد كده نتيجة انك انت البضاعة اللي دخلت المخزن المفروض تروح تصرف للعميل بتاعك فانا هضغط هنا على يعني انا بمنتهى البساطة جاب لي هنا ان انت هتوصل البضاعة بتاعتك لشركة البضاعة عملت انا كده سلمت انا كده خلصت كل حاجة بمنتهى البساطة بمنتهى السهولة لان انا زبطت بتاعتي ولما رجعت هنا رقم مية وتلاتين قال لي خد بالك ده مربوط عليه اتنين ومربوط عليه برشيزنج اوردر فانا كده اصبحت عن طريق دي انا كل برشيزنج اوردر سوريا اسف معلوش يا جماعة كل سيلز اوردر انا هنشئه عندي هنا في السيستم السيلز اوردر ده هيرمي مباشرة هيرمي هيرمي عندي هنا فكل سيلز اوردر هيرمي عندي تمام كده وبالتالي اه انا كده فصلت اهو ماشي اصبح عندي الاتنين مية تاتة واربعين ومية واربع واربعين لانه واحد اتربط على مية وتلاتين واحد اتربط على مية واحد تلاتين فانا كده فصلت بتوعي خليت كل سيلزوردر يتربت بيه تمام كده وبالتالي كل لما جيت بعد كده استلمته فابتدى يرمي عندي في المخازن اذن الاضافة بتاعه ولما عمل اذن الاضافة انا كده فصلت فانا ممكن اسلم ده الاول او ده الاول حسب البضاعة ما تيجي. وبالتالي انا ممكن اسلم العميل بتاعي مباشرة اه بدون بدون ترتيب يعني. تمام كده? طيب. ده كده ده ليه? لان احنا رحنا في بتاع الضبطنا على مستوى المغزن بتاع المعادي. وقلنا له احنا انا عايزك تعمل لي تفعلي الخاصية بتاع. تمام كده? انا عايزك تفعلي خاصية. علشان تعمل لي ربط بين الكلام ده كله. طيب. لو انت شلت الكلام ده. لو انت شلتها كده. وعملتها مثلا ليف ايم بتي مسلا وعملت في الحالة دي. هل الكلام ده هندسة هيأثر معايا? تعال كده مسلا ارجع هنا مسلا للكوتيشن. تمام كده? وتعال هنا ماشي. واعمل مسلا على سبيل المسال من السعودية برضو. تمام? وهات المغزن بتاعك ده وقت المغزن بتاع المعادي. ركز علشان ما تنساش النقطة دية. تمام? هات المعادي الشروق ستور. تمام كده? وتعال هنا ديف بتاعك مسلا. تمام كده اللي احنا اتفقنا عليه. وهنبيع برضو مية واحدة. تمام كده? وتعال هنا اعمل او تمام كده? لما هتعمل هي ترميلك اهو رقم مية خمسة واربعين. تمام? حلو او. جميل? طيب. تعالوا هنا اده اهو رقم مية خمسة واربعين. تمام? اعمل بس هنا كده. تمام كده? اوكي? وتعال اهو اللي ترامه اهو. وتربط به السيلز اوردر رقم مية اتنين وتلاتين. تعال هنا في السيلز اوردر رقم مية اتنين وتلاتين. وهنتكرر نفس السيناريو. هنقول له وهقول له لأ انا ما جاتيش من السعودية. انا جالي. ماشي? خلينا نقول مسلا هنا. ايجيب تاير. مسلا على سين مساعدة. عشان نغير عن اللي فات. تمام? واكد لي على المغزن ان المغزن مزبوط تطلع من معادي. لأ برضو نفس الحكاية. ماشي. المعادي ستور. تمام كده? ادي كده من المعادي ستور. ونفس اللاب هناخد برضو كمية هناخد كمية واحد. والعميل المراضي يجيب تاير رقم مية تلاتة وتلاتين واعمل كده. تمام كده? قال لك برضو تمام? طيب. يعني كده هتقول لي هندسة طب ما ماشي ما ما فيش اختلاف. ما هو كده مية اتنين وتلاتين اترامه برشيزينج اوردر. ومية تلاتة وتلاتين اترامه برشيزينج اوردر. طيب. حلوة اوة. ارجع لي هنا تاني. تعال ارجع لي بعد كده لي مية تلاتة وتلاتين. اللي هو اللي بعده. تمام كده? قدي ده مية تلاتة وتلاتين بتاع ايجيب تاير. تمام كده? وهاتلي اوردر. هتلاقي نفس البرشيزينج اوردر رقم مية خمسة اربعين. ايه اللي حصل بقى? بص سعادتك كده تحت الكمية اتنين. الكمية اتنين. هتقول ليه يعني هندسة الكلام ده? هقول لك افتح كده هنا برا في الكوتيشن. تمام كده? احنا فين هنا? احنا في المبعات. سوري. تمام كده? تعال هنا في البرشيزينج. تمام كده? عالسيلز اوردر. هتلاقي هنا. اعمل رفريش بس عشان يشوف التأثير. تمام كده? قدي قدي سيلز اوردر رقم مية خمسة اربعين. بص هنا بقى. كتب لك السورس دوكومنت مية تلاتين ومية تلاتة وتلاتين. يعني ايه? يعني هو كده جمع لك. جمع لك في البرشيزينج اوردر. جمع لك البرشيزينج اوردر كل الكمية. هو عمله لك زي حصالة. يعني ايه عمله لك زي حصالة? يعني انت كل ما تعمل سيلز اوردر. وايه? فهو بيروح. بس طبعا بتكون انت اشتريت من نفس المورد طبعا. تمام كده? بيروح يزود على الكمية. يزود على الكمية. يزود على الكمية. تمام? فلانك انت مستخدم ميكتو أوردر وميكتو أوردر بيروح ياخد المورد اللي مربوط على الصنف فبالتالي هو بيشتري بيعمل ميكتو أوردر بيعمل بيرشيزينج أوردر من نفس المورد فبالتالي كل ما تعمل امر بيع سيلز أوردر وتبيح كمية يروح هو البرشيزينج أوردر يروح مزود كميته طبعا طالما البرشيزينج أوردر يا جماعة مفتوح انه هو لسه انت ما عملتلوش Confirm يعني لسه ما بعدتش امر الشراء ما بعتش البرشيزينج أوردر للمورد فبالتالي بروح يغير لك ايه الكمية هو بالنسبة له شايف ان البرشيزينج أوردر هنا يعتبر مفتوح فانا روح اعمل برشيزينج أوردر جديد ليه ما انا في الحالة دي اروح ازود لك على الكمية زود لك على الكمية عشان انت لما تطلب من المورد تروح بيقول له على طول انا عايز عشر قطع مرة واحدة وده بالمناسبة كلام منطقي لو انا بقى عايز اعكس الكلام ده وما اعتبرش ان انا البرشيزينج أوردر بالنسبة لي انا بقعد بجمع فيه كل السيلز أوردر وابعت مرة واحدة انا عايز برشيزينج أوردر منفصل بكل سيلز أوردر في الحالة دي هتظبط الخاصية في الروت بتاعة الباي زي ما انا شرحته طبعا انت لو جيت هنا بقى في البرشيزينج أوردر وعملت كونفيرم للأوردر بتاعك وروحت عملت رسيف للبرودكت بتاعتك وعملت طبعا هو لاحز هنا اتنين تمام كده وعملت خلاص انت كده استلمت الكمية مرتين يعني استلمت قطعتين مرة واحدة من المورد بتاعك وبالتالي في النكست هنا هتلاقي عندك ايه هتلاقي عندك ادي كل واحد مطلوب منه واحدة يعني السيلز أوردر الرقمية تلاتة وتلاتين ومئة اتنى وتلاتين كل واحد مطلوب قطعة منك انت تسلمها فانت لو ضغطت هنا وعملت انت كده سلمت مسلا على سبيل المثال ورجعت النكست ورجعت وعملت انت كده سلمت تمام كده انا كده شرحت لك ازاي تزبط الكلام ده يعني ميزة مهمة جدا انا عملت لك ربط ما بين مع تمام كده مع الخاصية انا كنت سايبها يا جماعة هشرح لكم بعد كده اللي هي تمام كده ودي نقطة مهمة جدا بس انت ازاي تعرف تطبقها وتربط بينها وبين وبين كل الكلام اللي انا شرحته اتمنى يكون الفيديو ده مهم جدا بالنسبة لكم وتستفيدوا بيه وتطبقوه شكرا جزيلا واشوفكم في فيديو تاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته